اخرج ابن ماجا حديثا وحسنه الالباني يقول صلى الله عليه وسلم ان للمساجد روادا هم اوتادها شبه المحافظين على الصلوات المساجد والمطيلين المكث فيها بالاوتاد يقول ان للمساجد روادا هم اوتادها الملائكة جلساؤهم ان غابوا فقدوهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم بالله عليكم من لمثل هذا الشرف وهذه الكرامة والخير والفضل سوى اهل المساجد من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح بالله كم فوتنا كم فرطنا كم فاتنا من كرامة وضيافة في الجنة بقدر ما فرطنا من خطانا نحو المساجد مؤسف ان تكون الصلاة في قلوب بني الاسلام فريضة متعبة وعبادة مرهقة وعبادة مرهقة مؤسف ان تكون الصلاة حملا وثقلا وهما ان تكون الصلاة عندما يحين وقتها هو واجب ينبغي ان يؤدى كيفما اتفق وكأنه حمل يراد انزاله من على الظهور الصلاة متعه اذا حان وقت الصلاة رفرف القلب انسى وقام من النوم نشاطا وهمة هذا وقت اللقاء بالسيد بالملك بالرب بالعظيم بالخالق بالمولى المنعم المتفضي هذا اوان الوقوف بين يديه والله يا كرام من احب الله صدقا ما كانت الصلاة في حياته الا متعة اللقاء بمن يحب هكذا الشأن في حياتنا مع من نحب من البشر ولله المثل الأعدى